سلام عليكم معاكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعد حال ايسا تاون سلام عليكم انا رجل السن خمسين سنة عمره خمسين سنة في سن التسعتاشر يعني من تلاتين سنة واحدة تلاتين سنة ظهر عندي مع الخصيتين شيء دائري صغير جدا والان بعد تلاتين سنة اصبح خصية تالتة بس اصغر من الخصيتين ما هو الحل للتخلص من الخصية التالتة هو السؤال هنا هل اللي عندك فعلا خصية هل هي خصية مصنفة تشخصة والدكاترة قالولك دي خصية فعلية الخصية لها مواصفات ولا تقصد مجرد كالكوعة او ورم او حاجة زي الخصية لان في تاريخ في تاريخ الطب كله ما فيش حالات متسجلة ناس عندها اكتر من خصيتين خصية تالتة او ربعة بالعدد كده يمكن متين حالة على مدار مئات السنين من ضمن كل الرجالة بلايين الرجال وطبعا هذا السؤال مش قليل في ناس كتير بتسأل هل عندها خصية تالتة اي واحد عنده شيء يشبه الخصية بيفتكر ان ممكن يكون عنده خصية تالتة وبيسأل سؤال يعني فيه سؤال جاي من برضو سؤالي هو انه لدي ثلاث خاصيات ثلاث خواصي واحدة في الجهة اليمنى والثانية في اليسرى واثنتان في الجهة اليسرى مع العلم بان عمري 29 سنة ولو اعاني من اي اوجع ده سؤال في واحد تاني بيسأل بيقول سلام عليكم عندي خصية تالتة عندي خصية تالتة نفس الشكل ونفس الملمس بتاع الخصية لكن الحجم اصغر شوية من حجم الخصية العديد ومتصلة بالخصية اليمنى مع وجود بعض الالم وانا مش متأكد ان هذه الخصية التالتة موجودة من ايام الولادة ولا ظهرت حديث ده سؤال وفي اسئلة كتير بهذا النمط والحقيقة ان الاحساس بوجود خصية تالتة ممكن ينتج عن اسباب كتيرة حالات مرضية كثيرة ممكن تعطي الاحساس بوجود خصية تالتة من الحالات اللي هي بتدي ايحاق او احساس بوجود خصية تالتة التهاب البربخ التهاب البربخ ممكن يعمل ورم ويعمل تورم يشبه او يدي ايحاق بوجود الخصية التالتة لكن احيانا بيبقى بقى مع الم مع سخونة مع قيب مع تورم مع اعراض اخرى كثيرة التروما او الاصابة للخصية نفسها اصابة للخصية نفسها نتيجة اي حادثة برضو ممكن تعمل تورم وموجود كلكيع او كلكوعا كده تشبه الخصية التالتة الفاتق الاربي برضو الفاتق ونزول الفاتق الى المنطقة ممكن تدي كتلة تشبه الخصية التالتة التهاب الخصية نفسه اللي هو أوركايتس او التهاب نفس الفكرة ممكن تعطي تورم ووجود احساس وملمس بوجود شيء يشبه الخصية التالتة كمان سرطان الخصية ده سرطان الخصية عن ورم في الخصية والواحد بعد الشر يعني يكون عنده هذا الورم ويفتكر ان عنده خصية تالتة دي حاجات كلها بتدي احساس واعراض وكأن الانسان عنده خصية تالتة او فعلا الانسان عنده خصية تالتة بس دي حالة ندرة جدا زي ما ذكرت كل اللي متسجل ما يزيتش عن 200 حالة في تاريخ الطب بكله الامر يحتاج في هذه الحالة تحتاج بس انك انت تروح لطبيب متخصص طبيب ذكورة او جراحة عامة او مسالك بولية يفحصك ويشخص ايه هو المشكلة بالزبط وهل فعلا ان عندك خصية تالتة او لا بس في الغالب ما بيطلعش عندك خصية تالتة الغالب هو يوجود حويصلة او ما يشبه الكيس الدهني المتحاصل في منطقة البربخ فوق الخصية وده يعطي انطباع خاطئ بوجود خصية تالتة وهو مش صح طبعا لكن زي ما قلت برضو قبل كده حتى لو عندك خصية تالتة مش مهمة اوي لانها لا تؤثر سلبا على الانجاب ولا تؤدي الى العقب يمكن يمكن تزود شوية فرصتك في الانجاب ويالخير خصية تالتة خصية تالتة لكن في النهاية اقول لك ان وجود خصية تالتة لا تمثل مشكلة مرضية ولا تسبب اي نوع من الامراض ولا تؤدي الى التأثير سلبي على الخصوبة والقدرة على الانجاب والى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة